أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل من غزة والضفات الغربية والقدس الشرقية من انتهاكات إسرائيلية هي نتاج أعوام من الممارسات الإسرائيلية لتكريس احتلال غير شرعي وسلب الأرض من أصحابها وفرض واقع ديمغرافي جديد وهو ما يستدعي معالجة جزور الأزمة عن طريق أحياء وتنفيذ مصريح للدولتين تجنبا لإمكانية إشعال المنطقة وخلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزرية العربية الإسلامية المعنية بالوضع في غزة على همش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأم المتحدة بنيويورك ناقش وزير الخارجية مع عضاء اللجنة سبل توحيد الجهود والرسائل التي يمكن للجنة توجيهها خلال الاجتماعات المقبلة سواء بشكل جماعي أو خلال اللقاءات الثنائية لعضاء اللجنة مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على المعوقات التي تحول دون التوصل لصفقة الوقف العدوان الإسرائيلي على قطع غزة ودخول المساعدات هذا وأكد وزير الخارجية استمرار جهود مصر في مساري الوساطة وإنفاذ المساعدات لقطاع غزة مشددا على رفض مصر أي سيناريوهات تهدف لتهجير شعب الفلسطيني خارج أراضيه شعب الفلسطيني خارجين شكرا